موسيقى قال رب يسوع المسيح ها أنا زاء واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي أخي المشاهد أختي المشاهدة ما زال الرب يقرأ على باب قلبك وما زال الرب ينتظر وما زال الرب يحبك وما زال الرب يقول لك أنا مستعد أن أخفر جميع خطيات بس عليك أنت مشاهد الكريم أن تفتح قلبك للرب لكي يدخل إلى الداخل ويحررك من كل خطيات مساء الخير مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج من أنت والبيحب يتصل على السفر واحد ميتين وخمسة وخمسين خمسمية اليوم نحن ضايفنا مميز وهلأ نتعرف علي ونعرف سيري تحيطه من أنت؟ يسعد مساك أخجابي حبيبي ومسا المشاهدين أهلا وسهلا عبر التلفزيون وكل الوسيل بتواصلشني معي من أنا؟ برأيك في حدا نعيش بهالبلد وبيعرف مين أمي بلشنا من هلا بلشنا من هلا إذا بتللي مين أنا بكون ممنونك هلا أنا مضيع مين أنا كنت رح بلش من أنا وبرجع بخبرك الخبرية من أنا أنا ميلاد رزق خلقت من عائلي بتتألف بس من بي وأم عندي أخوي أنا وحيد وحيدون بي اسمه قسطنطين رزق وإمي الله يرحمها نجات أبو حبيب خلقنا بهالبيت الحقيقة بيشجع الفن يعني كتير مش شوي من متتبع الفن يعني ما عندي فنانين بالعائلة بأنما بيتبعوا يعني بيتابعوا ويهتموا وإلى آخر ربيت عندي فكرة قصة التمثيل وحبيت أنه أنا لأنه كمان أنا كنت تابع ودايما عندي كان هوية التقليد يعني مين ما يفوت لعنى على البيت يظهر من عندي أنا مشرحه بالتقليد فنميت هيد القصة لحد ما وصلنا للمجال اللي نحن فيه برجع بكفي من أنا أنا ميلاد رزق متزوج من السيدة رانيا ألبير عصفور السيدة حبشين أحمن ما برجع البيت لانتي كل الاحترام والنحنة عندي ولدين عندي نجات عمره 22 سنة الله يحفظك عم تعمل بيداجوجي وعندي قسطنطين عاسم الوالد والوالدة هلأ عم بيعمل بده إن شاء الله بيفوت على الجامعة سبور إدوكيشن الله خليك يوني عندي صابي وبنت عندي صابي وبنت الله خليك يوني تحية لإلكون جميعا من أنت من العائلة؟ أنا موجود جدا بالعائلة رغم كل الانشغالات يعني وخاصة بفترة اللي كنا بالتليفزيون وبالمسرح المسرح بيبعد كتير عن العائلة المسرح بالليل فكننا نظهر من البيت ما أرجع لوجه الضو بس أنا كنت كتير قريب من عائلتي يعني أنا إجمالا إنسان عائلي بحب البيت يعني ما كتير بحب برات البيت فعائلتي هني رفقاتي يعني أنا أولادي هني رفقاتي وبتعامل معهم كأصدقاء لأنه نحن أصلا العمر كمان منه كتير أنا مجواز صغير فأولادي اسم الله كبرو وبحسوا ناك إنه إخوتك إخوتي لأنه بيخبروني فعلا كل المشاكلهم وإخبارهم بيضل بعض الأقصص اللي هني بيضل فيه البي والإبن بس إنه بالإجمال أنا كتير مقرب يعني نحنا أصدقاء وكتير كتير كتير إخبارهم معي وحتى يمكن شوي من إخباري معهم هل الفان أخذ من العيلي هل كانت مرتك تنزعج مثلا وقت أنت تصهر في المسرحيات عم يكون فيه هيك شي يعني خلاف أو لا طبيعية العملية لا يعني هي أكيد خلاف الحمد لله ما كان فيه بس طبعا ما كانت شغلي طبيعية لأنه إحنا كنا مجوزين جديد وأنا كنت بالمجال التليفزيون والمسرح وفجأة هيك صار أنه أنا مش موجود بالبيت يعني مسرح مسرح بيخد وقت يعني شحيح البروفات قبل المسرح شحيح أنه أخذ بمطرح معيا أكيد أي سنة فتت العلفان تتذكر من سنتين ثلاثة أنا فتت علفان مظبوط بلشت العصفة أهوب مرتين قبل ما تكون كوميدي بلشت العصفة أهوب مرتين على تليفزيون لبنان كان عمري يعني 24 هلأ عمري 47 نطرح 47 نطرح 24 من 47 يعني 23 سنة تقريبا تقريبا من 23 سنة هلأ هلأ كيف بتلاقي الفن الحالة من فن من 23 سنة تقريبا لشك أنه في أشياء في نقلة نوعية بالفن هلأ بالوقت الحاضر للأشياء اللي عم تنعمل مشكلة قسم قليل مننا القسم الأكبر مثل حيلة الطرقات عنا لبنان بدأ فرز هلأ بعتذر على التعبير مش منقوله على الهواء في أشياء ما بتنحضر ما بتنشاف في أشياء بتقول إنه ليه موجودة أساساً ليه عم تطلع على الشاشة مين ها ليه ليه مفروضين علينا فرض شو فيه وراهن يعني طيب ما هني مش مقبولين أساساً بس لاش عم بتدخلو لنا ياهن ع بيوتنا وغصب عنا وكيف ما تبرم بتلاقيهم بيجبروك أوقات محطاتنا المحلية نطلع نحضر برا يعني نبرم على غير محطات بيجبروك ما بقى تشوف محطات محلية أوقات وفي أشياء لأ تحترم وبرامج حلوة وممتازة أنت كنت بسكتشات إربة تنحل نعم ورجعت عملت شي على الـ LBC بعتقد صحيح بس بالـ LBC بعتقد يمكن شي سنة ورجعت وقفت لا شو شو الأسباب نحنا بدك بلش لك من هناك من نقلتنا من إربة تنحل على الـ LBC أنه أنت كان عندكم جمهور حلو ورجعت نقلت على الـ LBC فدته بشي حلو كمان بس رجعت وقفته عملنا برنامج ومن يوم متى بعدك ما نو رجعت رحت OTV بلا محلو كان على الـ LBC سميناه محلو البرنامج نعرض منه حوالي 22 حلقة مع أنه كان الـ CONTRACE سنوي يعني مضينا على سنة بس للأسف الشديد أنه صار في خلاف بين الشيخ بير الظاهر وباك الوليد دونطلال رحنا بالمغليطة لأنه نحنا مضينا مع باك وقفت باك ونحنا من الناس اللي بدنا مصاري اليوم من شركة باك وما حصلناها لهلاء وفيه طبعا دعاوة وربحانين دعوة وربحانين دعوة بقيمة المبلغ وإنما مين بدوا ينفس كل ما بيروحوا يعملوا التفليسة مش التفليسة سوري المزاد على المباني قال ما بيجزبون هيك بخبرنا المحامة طبعنا يعني ما بيجزبون يدفع فما بيدفعوا المصاري ما بعرف هاكي الأعلى المشندية طيب انت هلأ ما عم نشوفك لا على التلفزيون ولا عم نشوفك على المسرح شو عمي بهالأيام؟ بالبراد بالبراد بس ما بيسوا كتير تلج بشو داب أبقين العيار هلأ مفرزين لنشوف شيع خرجك يكون برنامج مرتب على محطة طيب كيف عايش بهالأيام؟ أنا عندي شركة انتاج وستوديوات دوبلاج شركة ايوان بروداكشن وستوديوات باستوف بروداكشن نحن بنعمل دابينج كل شي دوبلاج وسبتايتل الحمدلله وين الشركة؟ عالدورة عالدورة جاركم أهلا وسهلا فيك أنا جاي أهلا فشخة يعني مش معزبينني كتير يعني طيب من أنت من الأقارب؟ هل بتربطك علاقة جميلة مع الأقارب أو؟ أهل 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 قصم من الأقارب علاقتي جيدة معهم وقصم من الأقارب علاقتي عدم متأسف متأسف نتيجة حكي بل عازي لأ لأ ولأ ولدتي مابتعرف أسبابها يعني فجأة انت بتكون نايم توعد صبع بتلاقي فلان حكى عليك تقول لاذي يا خيتاه؟ ما لأنه فلان حكي طب يخي يجب لي فلان لا ما بقدروا أقول اسمه هاي دي القصص دايما اللي بتلحق الإنسان وينما راح يعني الشائعات واللقلقات الله يسامحون أمين 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 طيب إذا جعنا تقريبا شي تلي إذا بدك خلينا نرجع شي 40 سنة لأورا أوكي أنت أنت 47 سنة عمرك رجعنا 40 سنة برا شو كتب تفضل تكون لو رجعنا غير فنين يعني أنا ولا مرة شو كان مثلا بي بفضلني يكون طبيب نعم بس أنا برجع بقلك بعمل مثل عدم المؤخذة أهبل لأي بتحب هيك لأنه مجال الفن عندنا في لبنان صعب كتير مع أنه نحن وصلنا لمرحلة متقدمة جدا يعني بس برضو ما بيطعمي خبز يعني بالنسبة للعالم اللي عم بيطعمي خليك بالكوميديا بهالأيام ما كتير عم تابع بس قصم منا من اللي بده مفرز هالأب لأنه نحن اللي تابعنا كل هالفكرة خليك بس بدي قاطعك لأن الكوميديا مش مكان بيقدر بيدحك الناس نعم مش مين مكان أبدا أسهل شي تضحك الناس بالكلام المبتزل والبلا طعمي هاي دي أسهل حالي وهي هاي دي اللي سايدي هلا طيب نحن بس كنا مبعف اللي بيتابع اللي بتابع اللي بيعرفنا مسيرتنا الفنية كلها بيعرف إنه نحن أولا مرة قالنا لنا تهزيب على الشاشة نحن منعتبر إنه الشاشة هي عم بتفوت على كل بيت والبيت عم يستقبلنا من دون ما نستأذنه بالمسرح حرين تجي بتدفع مصاري تتحضرني بس عالتليفزيون أنا عم فوت لعندك على البيت بدون استئزان فأنا بتحترم فوطتي على البيت لعندك مع الأسف في برامج ما بتحترم فوطتي على بيوت الناس هلا بتقلي ليش بيحضروا بيقولك ما بعرف ما بعرف لا بيحضروا هيدا سؤال بيسألوا دايما لما بيجيني حدا من الناس بيقلي وين كون اشتقنالكن برامجكم نضيفة لمهزبة مثل هالقرف اللي عم يحضروا تب لاش عم تحضروا ميزا القرف لاش عم تحضروا صحيح لا ما بتحاربوا تيرجع الصحيح مش نحن في غيرنا كتار اشتغلوا صح اليوم في اشيه كتير مانا مزبوطة عالتبئيز انت والفنان شاربل اسكندر توقم توقم الروح تحية تحية لإله تحية لشاربل هدا سارك انت والشاربل الشاربل انا وياه يمكن ما يقارب والله شاربل بتذكر هديك المرة قعدنا وقلي يمكن تقريبا اذا مني غلطان عشرين تساطعش شي هاي وكمان شاربل مثلك هلأ شاربل كمان بس الله يوفقه شاربل فتح مطعم فنتمنى له كل التوفيق والله يرزقه مطعم كتير مرتب وحلو وطلعنا جربناه نعمله دعاي بياخد العقل شاربل فنان عظيم بكلمة للكلمة من معنى تحية تحية لإله أنا استضافته ببرنان فنان وإنسان وكله أخلاق طيب من أنت من الأصدقاء كلمة صديق صعب كتير كلمة صديق صحيح مع الزمن ما بيضلوا الأصدقاء أصدقاء ولا بتعرف مين جايي على الطريق لأنه مع كل فترة بتحس أنه هيدا صديقي هيدا خيي هيدا كذا شوي فجأة تنصدم فيه بيطلع لك شخص تاني بيصير هو صديقك فكلمة صديق كتير صعبة يعني مش بالهين يكون الإنسان صديق بس اللي بتستغربه أنه صديق بعد عشرة عمر 12-13 سنة فجأة تلاقيه منه صديق طيب يا عمي أدا بدي قدر يمس الإنسان أو أدا بيقدر يخبه صعب كتير أنا اليوم مثلا الأصدقاء إقلال بس أنا بيعتز فيهم بيحترمهم وبحبهم وأنا يمكن لأني وحيد بيعتبر دايما صديقي خيي يعني يمكن الوحيد دايما بيحاجي للأشخاص الأصدقاء يكونوا هيك يضلوا سواء أريبين منهم وأنا فعلا اليوم بيعتز كتير بالأصدقاء اللي اللي معرف عليهم جديد ما قل لي زمان يعني يمكن فترة شيء سن ونص سنتين لأنه في كتير أصدقاء قدام فلوا بلا سبب زيحوا عن الطريق عن الخط ما بعرف هلأ هني كانوا لأنه أنا كنت على التلفزيون بطلت على التلفزيون هني كانوا ها مش أصدقاء يمكن ما بعرف يعني أنا ما فيني يقول شيء بس أنا بقدر إلك إنه اللي كانوا أصدقاء بطلوا هلأ طبعا باستثناءات بعد عندي صديق أو اتنين من أيام المدرسة بعضهم لأهلأ أنا وياهم أصحاب وأصدقائهم بقين بس الأصدقاء المستجدين هلأ علي من سنتين لليوم عن جد عيش أنا وياهم الأخوة بكل ما للكلمة من معنى يعني بوجه لهم تحية إذا تسمح ليه إيه أكيد أكيد واتحبته لأسمين ياريت دكتور فليب حدث اللي أنا بيعتز بصدقته مثلا اللي هو عم يشتغل على على تنحيفي وعلى على نعتي من أول وجديد و صديقي مهر شميت يلي هو خي وصديق و وطارق وشو بدي يسمي بعد مين الشباب كله وحيات الله بيروحوا بس تحية لألون تحية كبيرة 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 لألون يعني وأدونيس حبيب قلبي يعني هادي هالجروب هيكي خمس ست أشخاص هلأ هادي هاو إخوة يعني نحنا عطول بتواصل دائم يومي مع بعض فهذا شي بيسعدني أنا بحب الأصدقاء بحب بحب القعدة مع بعضنا الصداقات المرتبة بتغزي الروح وبتغزي الفكر لأنه بياخدوا من بعضهم كل واحد عنده بيكملوا بعضهم هيدا عنده فكر هيدا عنده فكر بيكملوا بعضهم بالفعل يعني طيب أسألك سؤال بسؤالين هل طعنت حدا بحياتك بكل صدق ايه خليني فكر لأشوف لأنه طعنت حدا يمكن لبعض الأشخاص هني فكروا ايه انا بالنسبة لأني دايما طعنت هيا السؤال التاني اللي حيسألك ايه انا ما طعنت حدا ما طعنت حدا انا بقل لك عملت ردة فعل على طعن يعني انا كان في إلي احد الأصدقاء اللي هو مثل خي واكلين سوا وكنا ننام بفرد بيت سوا ونشتغل سوا وبحبه قد الدنيا ولهلأ بعدني يمكن بحن اني شوفه وبوص وسلم عليه طعن بشغلي كانت ردد فعلي اني طعنته بشغلي يعني خليته يبعد بقى عن شغلي هو مش طعن يعني نعم طيب هل طعنك شخص عزيز 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 بيضهرك وسمحته اما اما رديتلو رديتلو اياها كنت عم قللك غير هي لا رديتلو اياها ما بعرف اطفال ما بعرف رد ما بعرف اقزي مش عم بحكي عن حالي ما بعرف اقزي بعرف حب بعرف ابعد بابعد ايه بس بعرف حب هيك تعلمت هيك علموني اهلي هيك الله يرحم امي علمتني كانت امي اذا حدا نزعلها تروحيه تراضيه يكون اوم زعلها وانا يمكن اخذ هيدا الطبع منه يعني انا حتى بشغلي قويت بدي اخد اجراء بحق موظف بيحتكم لفكر امي هيك لو امي كانت طيبة شو كانت بتقول تقلي حرام يا ماما حرام تركته طيب كم واحد طعنك كتار او قليل لا كتار كتار مش انه كتار ميات بس كتار ايه نظرا لمسيرتنا الحياتية لها الا كتار طمع من ان طمع بالمصاري بالمادة من ان في ناس scale ما بعرفش لايش مبعертв شو السبب لا اليوم مبعرشو السبب يعني فلوا من حياتي بدون ما اعرف لايش فلوا لاليوم ما بعرف لايش بصدق ما بعرف لايه وتوجهت انا ويوم قلت له بدي اعرف ليه ما كان يقولولان طيب إن شاء الله يكونوا عم يسمعوا يعني لأنه عم بحكي حقاية يعني يعني بيعرفوا مجروح بنجرح يا لأنه بتعطي من عمرك ومن حياتك وقت لأنه أنت بس تترك كل شيء وتروح تتقعد مع هذا الشخص أنت عم تعطي من وقتك ومن حياتك لأنك بتحبه بتحب تقعد معه وتحب تكون معه بنجرح طبعا خاصة لما بيكون ما في سبب طيب اليوم اللي تعني كرمي المصاري بقول في سبب تفضل المال على صدقته بس اللي اللي فال فكس صدقته فيي بدون سبب هيدا اللي بيجرحك إنو خي وينك إنتا ليه شو عملت معك عاطل سؤال بتضحك لألوف من الناس نعم دحكت ألوف خانا أقول له خي مال ألوف من الناس دحكتها بس ميلاد داخليا كان يبكي فيه حزن داخلي فيه كل إنسان في عنده حزن داخلي وحزن خارجي حتى بس مش دايما الحمد الله أنا إنسان سعي جدا أنا إنسان كتير مبسوط ومقتنع بحياتي الحمد الله شو مرة كنت حزين وجربت تندحك العالم؟ طبعا أنا توفت أمي تاني جمعة كان عندي قربة تنحن كيف بتلقربهم مع بعضهم؟ بتقول خلاص هيدا شغلك أيمانتك ومجبور الناس ما إلا علاقة بحياتك الخاصة إذا أنت حزين ولا زلان خاصة بالمسرح بالمسرح العالم اللي جاي ودافع وهيكي ما بتقدم إنه والله حرام والله ماتت أمه أو حرام مريض أو ما بيفهموا الناس هاي الناس جايين يحضروك ينبسطوا فيك مثل يعني هيدا جزء من احترام كبير لألك فأنت بدك كمان تقابل بإحترام قبيله لهو شغلك وعطائك مين بتحس إحساس عن بحكي بحبك أكتر شيء؟ إحساس ممكن كل إحساس دائما مش صحيح بنتي وأبني؟ بحبوك أكتر شيء؟ بحس الله يخلي لكي الله يحفظك طيب خلينا نتقل لموضوع تاني من أنت من السياسي؟ كنت كتير متعمق بالسياسي بفترة اللي كنا على تيفي لأنه إحنا برامجنا سياسي بمديس فكنا مجبورين أنه يكون قراب حتى قراب منهم يعني مع الأسف بس وصخة سياسية وصخة جرتنا على محلات بالبلد وصلونا لمطرح كتير كتير مأساوي هني ما عم بيشوفوا على الأرض ما على الأسف لأنه كل حدا من هؤلاء المسؤولين في حواليهم حاوسة أو بوطة البوطة ما عم بتوصل صح ونحن وقت كنا مقربين كنا نعرف أنه البوط لحواليهم المسؤول أو الزعين ما بيوصلوا صح فما بيعرفوا شو فيه فعليا على الأرض فعليا على الأرض العالم عم تبكي عم بتموت عم بيسكروا محلاتهم عم بيسكروا مؤسساتهم شركاتهم عم يشحتوا موظفينهم فيه ناس عم توصل معهم للقمة الخبز أكيد ما معهم خبرهم ولو معهم خبرهم شو بيقدموا شو بيأخير نحن بلبنان السياسة عنا بلبنان مصلحاتنا الشخصية أولا والحوالينا تانيا والحواليهم تالتا والعالم عاشرا لأنه فيه بعد رابعة وخامسة وزيسة فالشعب هو عاشر شي عند المسؤول يفكر فيه أنت كنت تقلد نعم وهلأ بعد فيك تقلد أما معش فيك لي زمان يعني أنا ما كنت تقلد بالبرامج ما قلدت يعني أنا عملت شخصية عملت شخصية رئيس السانيورة يعني هي الوحيدة اللي ما قلدته عملته كاركتير أنا يعني بس ما مشيت بالتقليد طيب شو مرة قلدت حدا من السياسية وقالك أنه لا عم تقلدني أما قالك لا قلدني أما لا في حدا مرة خبرنا أنه الرئيس السانيورة كان مزعوج مني ما بيحبني كنت تقلده كتير كنت تقلده كتير إيه أنا شهرت كتير شخصية يعني إيه ما بيحبني أوكي بفهمه ممكن بس أنه إني ما بيقدروا مثلا أنه في ناس بتحب في ناس بتحب يعني في ناس أنا قبلت مع كذا حدا سياسي منلتقى بمبعيد من هون دفن أو شي يعني إيه خيجيبوا سرطنا شو بيكون خيسبونا ما بيأثر ده الدرجة وهي شهر بالسكندر بيشهد يعني يكون أنا ويا جميلها مكون سوا بقول ما إيه يتمنوا لأنه اليوم بيقلك إذا جاي بسيرتي يعني أنا موجود ما جاي بسيرتي يعني أنا مش موجود صحيح صحيح طيب ننتقل لمرحلة الثالثة في مراحل من أنت من الرب يسوع المسيح هل تربطك علاءة شخصية بينك وبينه يعني في علاءة بينك وبينه بالمخدع في علاءة بينك وبينه بشغلك في علاءة بينك وبينه وين تكون أما هل علاءة مهزوزة أما هل علاءة مكنة أما في علاءة لا في علاءة وقوية كتير علاءة قديمة جدا أمين علاءة قديمة جدا وبطيضة أنا الرب يسوع هو كل حياتي وأنا ابن كنيسي يعني نفوت عن موضوع الكنيسي بس أنا علاءة شخصية علاءة شخصية وكتير وبيلبي مرة كنت كتير مدايقة وتعبان فعلا الشغل قليل ودائرة رحت على الداس أما قديس طيب يطلع قدامي عايقونة دول تعالوا إلي أيها المتعبين لس كريل أحمال وأنا وريعكم قلت له تب ما أنا جيت هاي كيك عمله قلت له تب ما أنا جيت وأنا تعبان شو بدك تعمل تعبان بس لأول مرة بحس أنه أنا عم أقول شي من كلنة مش من تمة من قلبك من كلنة ما بعرف منين طلعت الجملة اللي قلت له إياها هلأ صدفة أنا بعتقد بير مش صدفة أنا رحت عالبيت جاني عمل فيش صدفة عند الرب هي عند البشر في صدفة عند الرب في ترتيب أنا عم بقول يحب يفكر البدو يفكر أنا عم بحكي رب عالطول إلهنا إله ترتيب أنا عم بعمل شهادة حياتي طيب مشاهدينا الكرام خلينا نأخذ بريك ونرجع مع الفنان ميلاد رزق بريك ونرجع رجعنا من البريك مشاهدينا الكرام بحيب يبتصل على 01255 500 يسأل ضيفنا السؤال البدوية من أنت من الرب؟ حكينا من أنت من الكنيسة؟ هل أنت ملتزم بالكنيسة أو؟ لا أو الأحدات؟ مش منتزم لا إلي فترة طويلة ما رحت على الكنيسة بتعوضهم بالبيت؟ صلي صلي إي لأني الرب بقول حيثوا ما تطلبونني دجدونني صلي انت لابتنوني من كل كلوبك صلي بس إلي فترة منيحة ما رحت على الكنيسة طيب إنت وحيد نعم الوالدي؟ متوفية الله يا خمار أي سنة 2007 4 8 نيسان كانت ليلة عيد الفصح طيب الوالد؟ الله يطول بعمره بدي يحكي عن الوالد لأن الكتاب المؤدس بيقول بدي يشوف إذا بيك عم يسمعناه حتى يعرف أكرم أباك وأمك لكي تطول أعمارك على الأرض مظبوط كيف علاقتك مع بيك؟ علاقة أكتر من جيدة جداً أبو ميلاد الله يطول بعمره إنسان مميز الله يعطيه الصحة عمره ثمانين سنة أمين وإنما بتقعد معه كأنك قاعد مع ظلم عمره خمسين سنة قلب وقلب شباب قلب شباب وعقله وفكره وكل الحواس كلها كاملة متكاملة جاهز لأي سؤال لأي خبرية فهمين بيقرأ بيطلع أنا بشوف حالك ببي ببي الله يطول بعمره ضحى كتير كلمان فأقل شي شو بدي قلو يعني قلو يطول بعمرك يخلي ليك يضلك في قرصنا لأنه أنت باي مميز هلأ قلب مميز؟ كتير كتير شو كان الشغل الوالد؟ الوالد كان متعهد تدفع وتبريد Air Condition يعمل سيستام السنترالات يعني مش المكانات الصغيرة شيلد ووطر ومشيلد ووطر بيعمل برلمونت مجلس النواب مثلا برج بيبلوس برج رزق هيك هلأ بالبات هلأ عم بعمر برج حب بالبات أه ه 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 co آه عايشيين سوا هي بيتهم قبيل بيته بيتهم قبيلبيه بيتي يعني الباب على الباب بس نحن بوابنا عطول مفتوحة نحن باب بيتنا ما بيتسكر وكيف علاقة العائلة كلها معه يعني أنت ولادك وزوجتك معه ممتازي ممتازي يعني معاملة الباي لبنته والبنت لباية ولادي جدهم بدني وهو عنده إيهم طبعا الأحفاد سألتني مين أكتر حتناين بيحبوك قلتلك بنتي وابني بس مين أكتر اتناين بيحب بنتي وابني مين أكتر واحد بيحب لك جدهم تحيي إليك يا أبو ميلاد والرب يباركك بكل بركة سماوية وخذي لك هيدا العائلة هيدا العائلة الصغيرة بدي كمان من اللي فتنا على العائلة رجعنا بدي وجه تحيي لعمتي ستسألني ليش عمتك يعني لأنه هي الأم التاني لألي يعني هي اللي بغياب أمي كانت هي الأم وكانت هي المدافع عمتي أنا مسميها محام الدفاع عني لأنه هي اللي بتدافع عني بكل شي لو لو غلط لو أنا غلطان معلاش بس ميلاد دايما لأنك وحيد ميلاد دايما على حد مش مغنج مع الأسر لأنك وحيد لو مغنج عال لأنك وحيد مع أنه الله يطول بعمره عندها ولادة يعني عندها شهيد استشهد سنة 82 الله يرحمه جورج عندها توني بأميركا الله يقرب لنا المسافات ويرجع وعندها سكارلت من طعمتي مجوزين طبعا بس متميزني إلي وينقهروا هني أنا آخر همه بس أنه يحبون كتير هني مثل إخوتين من أين الأساس خايمي بخشتاي بخشتاي علي نحن الأساس أساس القاع وإنما نقلنا نفوسنا من زمان وصرنا بخشتاي بخشتوية ربي باركت لك خي بدأس لك سؤال شو هي إذا بدك موهبتك غير الفن أما يعني غير الفن شو الموهب يعندك هي المشكلة أنه بالفن فيش غير الفن أما خلينا نقول هويتك شو هويتك بعزو في أورج أنا وكنت مضبوط كنا نسمع عه وقت تحط أغاني كنت أعزو في لايف أنا بقربة تنحل كنا نعزو في لايف يعني أنا دغري مباشر الأغاني وغير هيك تجهت للتلحين للتلحين الترتيل بس أنا عرفت أن نعمل شي شي 30 40 ترنيمي شي هي صحيح ملحنون نحنا أنت كتبون أنا بس ملحن لو ملحن أنا ملحن بس ملحنون أنت بتكتب شي كتابة نصوص ترنيمي فيك تكتب ترنيمي لا 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 شعر سفر أوكي يعني ممكن ركب لي جميلتين ثلاثة الرابعة بقلب عن السطح يعني ما بتصبت ما بتصبت بس بكتب أي بكتب يعني إذا بديكتب مسلسلة أو بكتب سكتشات أو كذا أي أكيد أغلبية العمل أنا كتبها طيب كم ترنيم ملحن 40 تقريبا شي 40 ترنيم ملحنة نحنا أسسنا جوءة بالبداية فينا نحكي عنه يلا أنا بهم الأشي الروحي يلا طبعا أسسنا جوءة أنا والأب جورج بطيخة وإستاذ ليا سليمين وشاب اسمه جان قطار ببعا ما تسألي سنة قديمة كتير قبل ما أتجوز يعني بثمانينات نوع التسعينات فأسسنا جوءة اسمها جوءة سيدة الوحدي تدعي لتوحيد الكنيسة وتوحيد العيد توحيد المسيحيين فعملناها جوءة نعمل رسيطالات يعني مش تخدم كنيسة وأننا أعمل رسيطالات بالكنيس فمن هون اتجهت للحين كنت أنا لحين وكان أستاذ إليا سليمين الشاعر والكاتب وأستاذي بالمدرسة أستاذ الأدب العربي وصلنا أصدقاء كتير وهلا أصحابه نوية الله يطول بعمره كان هو يكتب ويلحن بس أنا كنت لحن فلحن تلي شيء أربعين ترنيمي تقريبا في أنا أنا أعرف شيء منهم خياريجعك للمواضي خياريجعك للمواضي خياريجعك لأشياء روحية كتير ما رح في يعني بتتذكر أني قولون لا مثلا الترنيمي تكون معروفة حلا بوقتها كتير نعرفه ترتيل كتير لأنه مندعي للوحدة وكانت نروح على كل بكل بكل كنيسة نروح نعمر سيطال نوزع سيديات مجانة كنيس دون السسناء دون السسناء براب كنيس ما كان فيها حيالا كنيسة تدعينا كنا نروح حلو حتى الكنيسة الإنجلية طلعنا وقتك يدعم خبرك بالفنار أسيس الممراض طلعنا عرضنا كمان رسيطات طيب شو بتحب أولادك يعملوا أنت وهن يعملوا عكس ما أنت بدك يتعلموا أما اختصاصهم أما بتنصحهم بنصحهم يفلوا من هالبلد هاي بتنصحهم طبعا يعملوا لبدون إيه بس ما يبقوا هون أخ جابي كل جيل بقول إن شاء الله الجيل التاني بيكون وضعه أفضل ونحن مع الأسف عم نرجع لورا وراحين على الأسوأ هلا بقولوا ميلاد رزق متشائم جيت مرة عم بتحاور أنا وربي هيك بقولوا يا الله طب أنا ميلاد رزق ليش خلقتني هون بدون اعتراض على حكمك وعلى قراراتك بس أنا ليش ميلاد رزق خلق بالبنان يعني ليش أنا بدأت عطر بالبنان ليه مثلا جيمس خلق بأمريكا مثلا ليه جون لوي خلق بمسلا بفرنسا ليه شينك سينك خلق بالصين يانج مين كينك خلق باليابان طب ليش أنا بالبنان يعني هل يا ترى كان فيه شي حياة قبل كنت فيها أنا وعامل شي كتير غلط هزتايتني هون هزت تعرف تعرف خيبي دات لا كفات طب هل يا ترى هود المسؤولين اللي عندنا كانوا مثلا كتير أواتم طب جبتوا اللي عندنا يتحكموا برقابينا هالحكم كله يعني حوار يسأل طب ليش أنا بدي يكون معذب هالعذاب كله واخلق بهالبلد اللي ما عندي شي فيه ما عندي مستقبل ما عندي لأ أنا ولادي مستقبل عم بحكي عن كل الشعب اللبناني شعب ما فيه مستقبل ما فيه حياة فيه ضرائب فيه مصاري عم تندفع ما بنعرف لمين ولوين طب ما فيه شي عراية صديقنا يا رودريكو غسون ما فيه شي بيبسط يا خيب ما فيه شي بيبسطك بهالبلد ما فيه شي تقول خيب بلاشنا عم نعمل شي منيه ما فيه طب مش غريبة هالقصة مش غريبة بتقلي شو بتمنى لهم لأولادي هاي ده بتمنى لهم يا يا راية ولادي يفلوا من هالبلد أنا كان لازم فل ما فلات تعلقت فيه وقلت يلا نحنا ورايت شاربل حافظين نحنا على الأرزة شاربل ايه بدي محافظ على الأرزة ماسك الأرزة وماشي فيها شاربل لك خيي ميلاد الرب بيسمح بكل شي حتى نلتجي لأله يمكن بعد مرات الديئة بتخليك تيجي عند الرب بعد مرات المرات بيخليك تيجي عند الرب لأن الله بيحب الإنسان لأن هكذا الله أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون لها حياة أبداية يعني الله بيحبك خيي بس انتبه ما بيحب خطيانه بيحبني بيحب ميلاد ما بيحب خطيانه بيحب جابي ما بيحب خطيانه لأن هيك الرب بدينا يمكن في هالبلد حتى تكون لأله ابن لأله تسلم قلبك لأله وتعيش لأله بالنهي هاي ده الأرض فيني خيي ميلاد طبعا السماء والأرض تزلان ولكن كلامي لا يزول أسنحنا شو بدنا من الأرض أخيابي نحنا شو بدنا منها نحنا بدنا نعيش ما بدنا أكتمناه نحنا موجودين عراية ما بيقلون نحنا عم ندب على هالأرض تبا بنا نعيش تبا بنا نعيش خلونا نعيش بس مش طمعانين بأكتر من هيك ما بدنا مثل برة ما بدنا يصير مثل برة نحنا ضمان واخبار شو بدنا فيهم بدنا نعيش بس محولنا نعيش لقولنا باب بس هيك نتنفس منه هذا اللي عم نقوله أداة سرك موقف التمثيل حوالي الأربع سنين طيب عندك هلأ أفكار جديدة مثلا إذا بدك يعني شي مشروع بمسرح أو أما بيرك أبو دغري أما عندك مخبي بالبراد لا لا فيه فيه هلأ مشروع نجرب أن نعمله فكرة عملتها أنا عملت لها أعدادها وعم نجرب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نشتغلها قريبا إذا مش الحال إذا لقينا تلفزيون اللي مناسب لي بيتبنيها وإن شاء الله خير لا دايما فيه أفكار يعني دايما نحن عم نطرح أفكار بس دايما التلفزيونات بيلولك ما معنا مصاري وفعلا هي واقعة تلفزيونات ما معنا مصاري تخني إسألها السؤال تقفش ما عم مصاري أنا عم مش عمدافع عنك بس عم بيحكي المبدأ والحق طب ما فيه برامج أخرى طب لاش ميلاد وشارب الإسكندر مش موجودين بالبرامج طب ما هاي البرامج عم تقبط ممكن آي ممكن ممكن لا صحيح بس بس متبعين متبعين طيب بس كمان إنه كمان خمس ستة شهر ما تقبط نحيال لبرنامج يعني ونحن وصلنا لها بمطرح معين طب ما خلص تأذيك مش تأذيك إلك تأذيك كل الناس اللي عم بيشتغلوا معك ما هو دي الناس كلهم مسؤولين منك طب ما فيه ناس بتحضرك وانت عم في الشلة خلقه نعم طب وقفت شو عمل مش أنا وقفت مش بيدي أنا وقفت مش أنا وقفت قررت هن يقرروا تليفزيون وقرروا نحن ما بقى معنا مصاري منا نوقفكم يش هم مين بيوقف شغل يش هلأ أنا بشاركتي بدبلاج إذا ما دفعوا لي مصاري بوقف معهم شغل ما عم كفف عم كفف لو ما دفعوا أنا ما بوقف شغل لو كنت على التيفي ما بوقف لو سنتين اشتغلت بلا مصاري بدي كفف بس ما هن يوقفوا هن يقالون احنا ما بقى معنا منا قادرين دايما ما فيش مصاري وصول إعلاني بالأرض تتمنى الفن القديم أم الأمل جديد الفن القديم مع صعيد شو عم نحكي دراما كل شي لك شغلي الفن القديم كان ينشاف أكتر كان محصور أكتر اليوم تشعبت الأمور وكان في فنانين قليل كان في فنانين كان لهم قيمة فنان كان له قيمة اليوم كل النهار بفقس لنا 300 فنان ما يسمى بالفنان يعني ما هذا اللي كنا عم نحكيه ببداية الحلقة اللي عم يفرضون علينا فرض ايه شفت فلان مين فلان يا خي كل يوم بيطلعولك بقسم نجم وعامل وشي بتجرب بتشوفه بتطلع هاك بتقول يا ريتني ما مفت بكل هالمجال بس فيه جهة معينة بدا تفرضه عليك فرض وتحسبه عليك فنان وتحسبه عليك نجم بالأول ما هفرضه على كل الناس بس ما فيك تفرضه علي منيول فنان المثالة لميلاد رزق مثالة يعني كممثل ولا بحياته بحياتك وبحياته بس صارت فيه طارق ما قلال قلال بحياتهم جمالا حيات الفنانين وخاصة المشاهير مخربطة كتير فما فيك تتأثر بحيات حدا بس على صعيد الشاشة انا كتير تأثرت بالله يرحم كريمة بشأرة والله يرحم براهيم العشلي والحمد الله يعني انا كان قلي الشانس اني اشتغلت مع كريمة بشأرة ثلاث مسرحيات لاني كنت كان بالنسبة للي هو شغل كتير كبيري على الشاشة او بالمسرح هو اكتر شي مسرح يعني فكان بالنسبة للي هو فنان كوميدي شو شو مسرحيات لي؟ عملنا مسرحية انا اديك بالكسليك وعملنا مسرحية عن انسا وعملنا مسرحية البستجة ثلاث مسرحيات وصرنا اصدقاء يعني يجينا عندي علبات ودايما سوا ومع الفارق العمر بس فنان كبير كريمة بشأرة الله يرحم الله صار في النظر قتاش حياته كانت خربة طال هاكي بس بس كفنان ما فينا احكيه لك فنان رائع 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 بضحكك هاكي بكلمة مهزبة بضحكك بكلمة مهزبة بضحكك بيه بيقفة بوجه ولا مرة كريمة بشأرة استعمل كلمة مبتزلة تضحك ولا مرة استعملت النورة قصيرة تايفا يطلع الشاشة ونفس الشي براهيمر عشلي هو فناني كبار عم بحكيك عسعيد الكوميدي يعني أنا اتأثرت فيهم نعم طيب فينا كابتين بالفن ثلاثة ثلاثة صارو فيه بترابلوس بس نقابي مستقلة ايه؟ نقابة الممثلين بترابلوس ايه نعم شو المشكلين؟ ما في مشكلين مبعد شو اساسا الفكرة ده مش داخل في انا مبعد عن نقابة المسرح والتليفزيون والسينما الام يعني الاساسية ايه والتاني؟ انشقت نقابة الفنانين هي انشقت عن نقابة الام بخلاف مفتعل او حقيقة ما بعرف بس انا اللي بعرفه لانه وقت اللي انشقوا عن بعضهم ما كنت انا موجود يعني ما بعرف شو كانت الاسباب بس بعرف انه كان مفتعل لحتى فرق تسود لانه كانوا الفنانين عم بيطالبوا بقانون مهني وكانوا عم بيطالبوا بشايخوخة ضمان شايخوخة وضمان استشفى وكذا وقتها الدولة جردت انه من قصهم اتنين هيكي ناس معه ناس ضدوا بالضياء على التاصل اذا ميلاد رزق كان نقيب الفنانين شو بتعمل؟ بهالبلد لو كنت نقيب الفنانين ما فيك تعمل شي لانه نقيب الفنانين بدو يكون اول شي الدولة هي داعمة الدولة هي عم تطلع بالفنان لاش اسأله سؤال تاني اذا انت النقيب الفنانين فيك تقدر تجمع نقابتين؟ صعب 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 كتير لالك ليش لانه اللي بيقعد ع كرسي صعب كتير تشيله عنا ينبسط في يط كيف بدك ترجع تضم نقابة من شقة ما فيني اقول بدي تضم النقابة تبعيتنا لانه لانه هي الالقابة الاساسية الاصلية يعني كيف بدي ارجع تجيب نقابة الفنانين لانه انتعوا تركوا هيدا وطاعوا نضم صعب كتير صعب اذا كنت وزير وزير الاعلام بجرب ايه اذا عندي سلطة ايه بجرب اكتر من هيك ما عندي مشكلة يضلوا نقابتين بس بعطيهم الحقوق بعطي حقوق لان نقابتين متل بعضهم انا نقابتين ما بتشكل عندي مشكلة انا كوزير اعلام بلا هي مشقوق اتنين مشقوق ما متأثر شو مأسره شو مأسره اذا صار القرار واحد اصده اذا اتفقوا وقراراتهم واحدة شو مأسره اذا ما فوق يعني اذا ما بدهم يتفقوا على ايه افضل يكونوا واحدة بس اذا ما اتفقوا بس قرارهم واحد فليفهم انا يرات اذا بكونوا انا هيك محل سلطة بس مع الاسف معم يجي حدا يهتم بهذا الشيء عندهم غير غير توجهات غير اشياء انا بحسد فنانين سوريين مثلا لان اقرب ناس لقلنا بتحسدهم اتقبعهم لا لانه المطرح اللي وصلوله الفنانين السوريين بدنا كتير وقت لنوصلوا نحن ان كان بي اجورهم ان كان بيدعمهم دعم الدولي لقلهم بنقبتهم بيحقوقهم اليوم الفنان السوري بقول عندي نقابي انا نقابي بتاخد له حقه انا عندي نقابي وعندي حرام ناس شغيري يعني اليوم النقيب نعمي بدوي ابا ضاي وقبله جان اسيس ابا ضاي ويعطيه صحة ميشيل تابت قبل وقبل بس ما طالع بييدهم شي ما بيقدروا يعملوا شي انا الفنان الكبير نعمي صدفته هان كمان اسلامة عينا ايه رائع جدا الرب يبيركو اذا عم يحضرنا تحيات تحياتي اليك عم بيحاولوا كتير يشتغلوا عم بيحاول كتير وبعرف انا النقيب شو عم بيحاولوا بس ما بلي يدي حيلة ما ايد واحدة لا واحدة ما بتزقف ما بدك دولة تدعم الحمدلله نحنا بمرحلة متقدمة جدا صرنا عن قبل يعني احنا اليوم فيه صندوق التعاضد الموحد لكل الفنانين اللي هن كل النقابات فيت بهذا الصندوق بما فيه الموسيقيين حتى والسينمائيين لانه نقابل حاله فايتين بسندوق التعاضد اليوم سندوق التعاضد قادر يقمن تأمين للفنان وعائلته بيدفعوا نص المبلغ ونص المبلغ بيدفعوا للفنان وان شاء الله لقدام اذا قدرنا نستوفي ضرائب من الفنانين اللي عم يجوا على لبنان متل ما لازم الجباية عم نحكي بتوصل لانه يدفعوا بك مية بالمية ممتاز ونكونوا نقابتين طب هلا اتفاجأت بالتالتي انا اي واحدية انا ات رابلوس اه مين مسؤولى عنا باعتذر اذا نقيب مني مني يذكر اسمه مضبوط بس بعرف كتير ناس من تنينه لالبنان ما بعرف ما قولي؟ هلأ بالبلد معك شي اتنين كهرباء مرتين والماء مرتين والتليفون مرتين والنقابي مرتين بصاروا تلاتي تلاتي نقابة المصنين ايه نقابة وترابل اسلام تسأل عنها طيب كيف علاقتك مع الفنانين كانت ممتازة كتير يعني وقتلنا عن تليفزيون بعضنا نعم هلأ بعد يعني بعض الاشخاص مش الكلب بعضنا اتواصل بس بالاجمال ممتاز يعني منيح ما عندي خلاف مع حدا يعني ما عندي عداوة ما عندي خلاف مع حدا بحبهم كلهم بحبوني كلهم بس انه ما عم نلتقى بحكم انه ما عمشوا بعضنا بالتصوير او اذا طلب منك تقدم اخبار على تليفزيون تروح انا لانه بعمل دوكومنتوري بصوتي بحس حالي انه كتير قريب من هالشغلة بجربها بحب جربها ايه بتحب بحب جرب ايه بحب يعني كل شي خاصه بالتليفزيون ما عندي مشكلة فيها حطها تقديم برنامج يمكن ترفيهي كوميدي كذا ممكن ما عندك مشكلة اذا الاعداد صح وكل شي تمام ايه ما ايه كله يجرب يعني طيب با الايام شا تقدي وقتك غير الشغل مع الاصحاب مع الاصدقاء مع الاصدقاء عملك يعني نحنا الصدقاتي هايدي هلا هالسنتين لنا ممتازة جدا فاقلها بيت وقتي انا وياهون يعني يام نظهر سوا يام نلتقى عندي بالمكتب منقعد منحكي مندردش منفتح موضية ياما منترفق كلنا على مطرح يكي كفة منقعد فيه عندي كمان صديقي ماهر ومدامته نيبال دايما انا ومدامتي يعني عم نكون مع بعضنا اصعيد العائلة يعني هادي دايما يعني يوم اي يوم لا تقريبا سوا يا عندن يا عنا يام نودع سوا هلا فيه فنانين كتير كنت انت اليون اصدقاء واصحاب وكنت انت بتليفزيون عم تمسي الى ما هنالي تب وقت الفلاك حدا تصل فيك تطمن عنك اما لا انه خلص راح راح لا لا ابدا ما حد التصل ابدا ابدا الا المقربين جدا يعني يعني احنا بنحكي مع بعضنا انا وشارب الاسكندر انا ورودريك بلا رودريك غصن رودريك شخصية اي على تواصل دايما انا وياه اللي كانوا معنا بتلي يعني مثلا ريمون صليبة ايه بير شامعون عمسميهم بالاسماء لانه على قدق ليل بير شامعون ريمون صليبة جيهان خماس رانيا عيسى او دي الناس اللي يعطى واصل معنا يعني بالاجمال طيب باية العالم لا بس ما وهتكلمنا على التلفزيون ما هي ده التلفزيون اذا تنزعيش لا بالعكس انه انت اذاك اصدقاء انت وياهون واطلعت وهلا ما حدا بتتلفل لك بيزنس 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 معك دقيقتين يا سات توصي الرسالة لما بدك لبيك لعيلتك لأصدقائك لأحبائك معك دقيقتين طلع واحكي رسالتي لكل اللي عم بيحضرنا ولكل اللي عم بيشوفنا رسالة محبة حبوا بعضهم ما في احلى من المحبة انو الانسان يحب بدون مصلحة بدون غاية ما رأت بكتير تجارب اكتشفت انو ناس حبوني لمصلحة او كانوا معي لمصلحة واز فجأة بيكتشف انو متل ما قال الاخ جابي محبة الرب يسوع هي المحبة الباقية والوحيدة بس نحن اذا ما نحب بعضنا هي محبة يسوع بتكون مترجمة فينا ومن خلالنا بتوجه لعائلتي بللون انو انا بحبكم كتير الله يخليلي اياكن بي عمتي وملفة لفيفون يعني ولادون وهيك وعائلتي مرتي وولادي وبتوجه لعائلتي الصغيرة كمان اللي هي بشركتي اللي بيشتغلوا معي كمان بلكن بحبكم كتير الله يوفقكم ومتمنى نظل متضامنين هيك لا يظل سير العمل جيد جدا بتوجه لأصدقائي وأحبائي اللي نحن على تواصل دايما إن شاء الله يا رب ما في شي بيفرق بيناتنا والحمد الله إنه ما في مصلحة مع الأسف مع أنه في بعض الأصدقاء اللي كانوا أصدقاء كنت مفكرون أصدقاء كانوا مفكرين وكن فلوا ومع الأسف أكيد ما كان في مصلحة ما في شي بيجمعنا كمصلحة بس فلوا وارتقوا هني إنه يمكن إذا بيبعدوا عني أريح لون وأفضل لون بس رغم عن هيك أنا بقول أنا مسامح لكل أنا بحبكم كلكون ما عندي مشكلة أبدا أبدا مع حدا أكيد إذا بشوف أي حدا من اللي كانوا رفقاتي ومن اللي حتى الزيوني يمكن بسلم عليهم وببوصون لأنه دايما جواتي في المحبة اللي هي أتمن من كل شي بالدني الإنسان اللي بيمتلك المحبة بقلبه هو بيمتلك العالم ما في شي بيكسر المحبة بدي لك ربي باركك أنا من جهة بداعة تحيي خاصة للوالد أبو ميلاد ربي باركك ويطول بعمرك والرب يقدم لك الصحة ويعطيك القوي باسم يسوع حلقتنا خلصت يا ريت محلصت محصينا فيها ربي باركك مشاهدين الكرام حلقتنا خلصت نراكم أسبوع القادم بنعمة الرب نهارة ثلاثة على كناة نور الشرق ساعة ستة مساء إلى اللقاء والرب يسوع المسيح يكون معكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة